طبعا عندي سؤال خاص بالخبر كان معانا حتى في الانترو فكرة العروض الاحترافية اللي تلقاها بعد لعبة الاهلي واللي برضو احنا هنرجع نقول اكيد ان هذه الاهلي بيتعامل مع العروض الرسمية اللي بتعرض حتى لو مش كلام ولكن احنا فرحنا لما برضو يبقى في كلام ان اللعيبة بتاعتنا اللي رايح لعروض للدوري التركي والدوري الالماني طبعا حاجة تسعدنا في الاول في الاخر بس بتشوف ده ازاي هل لي يعني مدلول سلبي شوية ما هو فكرة تشتيت اللعيبة ولا قصة ملاش علاقة كده بالعكس ممكن تكون كلام متداول وربما يكون صحيح بصي يعني انا انا معرفش اذا كان في حاجة رسمية او مجرد كلام ممكن الكلام ده على فكرة بيبقى مزوق من اشخاص تانية بحيث انه شتت اللعيبة لان اللعيب غصبا عنهم ما بيسمع انه جالوا عرض هنا ولا هنا وعرض كويس اكيد بيفقد جزء من تركيزه اقدارة النادي الاهلي واللعيبة اللي موجودة في النادي الاهلي عارفين ان اقدارة النادي الاهلي ما بتسمحش بأي تفكير ولا مفاوضة ولا كلام فأي عقود إلا في وقتها وما بتتكلمش ألا في حاجة رسمية وممكن ترفض لو العرض مش مناسب يعني لو العرض مش مناسب قريدي خلاص اللعيب حتى كمان ما بيعرفش هي بترفض من الداياع من بره بره العروض القوية جدا جدا ومش لأي لعيبة كمان لان فيه لعيبة في النادي الاهلي النادي الاهلي مقدرش استغنى عنها هو ديانج اللي تقاله ومحمد شريف يعني وديانج كان من السنة اللي فاتت هو جايله عرض والنادي الاهلي اعتقد انه كان حاطت سقفه معين عشان يقدر يضحي بديانج وخصوصا ديانج من الاعمدة الاساسية وولد صغير ولعيب كويس قوي فاذا ما كانش الاهلي هستفيد منه مادين كويس قوي عشان يقدر يعوضوا برده يعوضوا بالعيب كويس مش هيستغنى عنه لما بيكون بيعمل فرق جبير مليون في المية ولسه هياخد خبرات ده صغيرة يعني في بداية العشرينات فلو ما جاش عقد قوي جدا جدا نادي الاهلي طبعا حيرفض واحنا شوفنا السنة اللي فاتت ان كان فيه اكتر من عقد وكلام وكل شوية الفرقة التانية ترفع العقد شوية من نادي الاهلي لان النادي الاهلي برضو الاهم عنده من تشتري العيبة عشان البطولات اللي عندك داخل في طولة افريقيا داخل في كاس عالم للأندية الكلام ده كله انت بتبقى رايح وعينك على البطولة مش راح لتأدي الأداء المشرف وبس يعني شوفت احنا في كاس العالم للأندية المرة الأخيرة بالرغم ان احنا كنا راحين نقول ربنا يا أصدر بس يقدو إنما تمانا وعايزين نوصل نهاي وهو ده وكانت قريبة فعلا ده سر النادي الاهلي وكانت قريبة انت لو بتتكلم على مطش واحد تعبى المراس ده انت لعبت النهائي وما أدراك النادي الاهلي لما بلعب نهاية مع أي حد في الدنيا روح الفنان الحمرة دي بتتزود الفرقة فعشان كده بقولك إن النادي الاهلي في أي بطولة بيدخلها عايز المكسف فبالتالي برضو عايز تسلح بلعيبة على مستوى عالي فمش أي عروض كده تتقال في الهوى إن النادي الاهلي يعني يخش فيها